سمعت تراحت لكن ان يتعلق الامر بشرفنا لا والله لا هذا يمكن يكون خط احمر القضايا اللي صارت مع النساء صارت مع شباب بالسجون يتم المتاجرة بشرفهم عندك ما يثبت هذا ايه بيعونه ايه بيعونه اجل لك الله يجي بيعونه الولد نعم 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 عدي ما يثبت وعدي اسماء وعدي وثاق وعدي ناس تجي تشهد وتقسم بالقرآن شواذ شواذ فكريا واخلاقيا المنصب يباع بكذا الف دولار ومدير القسم بكذا الف دولار الان انا على الهواء والكونترول والاتصالات من كل مكان من الشجون الان جاي تجي يا دولة الرئيس الكاظمي ويا سيد برهان برهم صالح هذا العراق اللي الان تسمعون على يد جرابيع ثلة سقطة فاشلين يتحكمون بهذا الامر بشرفنا باعرابنا ارهاب تسعتالاف والجندي الفين واثمانمية عمت عيونكم عمت عيونكم يا سفلة يا جبناء اللي هذا هذا التدمة ويتم اولاده واطفاله والارهابي منعم قاعد تسعتالاف دينار ياكلون بيها نصف مليار بالشهر بسهب اليوم بتريليون دينار تصرف على الارهابيين والجيش العراقي ما ياخذ استحقاقاته دولة الرئيس قايلين لك لو ما قايلين لك انا كل اشتعبت لا ده الله ساعد قلبه انا تتجين المعلومة انا كل اشتعبت انه انت تتحدث الان امام دولة وتتحدث امام شعب ولكم هذا الشعب العراقي حتى الاخرس من تسئلة ما يعرفه ايش تقول لانت منين يقول لك هيج تعرف شون هيج يعني انا عراقي خشم عالي اليوم انا انذل من جرابيع ساقطين سفلة البارحة تالت الدول اتوم بيهم على الرصيف وادق عليهم بالنعل اليوم هيج يسوي بالشعب العراقي السيد وزير العدل استمعناه ما يلبس عليه ثوب معالي الوزير ونفترض اليوم الليلة ما تنام ليلك لان في وزارتك فساد عمي ذاق النفسات سهلة شلنا مراضين على اليدات بس يبوقون هس فوق البوق كرام شرفه كرامة وولد والله الولي منك ما انام لي الزلمة من ينمس بشرفه وينمس بسمعته وينمس بكرامته والله عمت عينه ذا ينام لي له اقسموا بدم كل العراقيين ولوعد كل العراقيات اللم يكن هناك حلا في هذا الموضوع والله سوف اطرق بهذا الموضوع حتى النهاية شكرا للمشاهدة